إيقاف الاستملاك للعتبة العسكرية وإعادة ما تم استملاكه سابقا من الأراضي التابعة إلى البلدية أربعة إشراك أهالي المدينة في إدارة العتبة العسكرية فهم من حافظوا عليها طيلة القرون الماضية تتصعد التحذيرات من تحول مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين إلى موصلة جديدة جراء ما يتعرض له الأهالي هناك من ظلم وتعصف من قبل الإدارة الدينية والأمنية في المدينة حيث تتصعد عمليات الاستيلاء على أملاك المواطنين بأثمان قليلة بعد الضغط والتضييق على أصحابها يتصعد التوتر في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين بين أهالي المدينة وبين الجهات الدينية والأمنية التي تمسك بزمام الأمور في المدينة منذ سنة 2006 الخلافات في المدينة تدور حول نقطتين رئيسيتين أولاهما تتعلق بإدارة الملف الأمني الذي تتولاه ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بالمشاركة مع قيادة عمليات سامراء في حين تستبعد الشرطة المحلية من إدارة هذا الملف الشائك أما نقطة الخلاف الثانية في سامراء فتتركز حول الانتهاكات التي ترتكبها العتبة العسكرية التابعة للوقف الشيعي ضد المواطنين في المدينة عبر ترحيل جميع أصحاب المحال التجارية في المدينة القديمة ومنعهم من مزاولة أعمالهم فيها وكذلك الاستيلاء على بيوت الأهالي القريبة من المرقدين العسكريين بثمن بخص بعد التضييق على أصحابها وإجبارهم على البيع كل ذلك دفع أهالي سامراء إلى تشكيل وفود رسمية وشعبية من أبناء المدينة للقاء مرجعية النجف وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكذا القيادات السياسية في البلاد من أجل وضع حد للظلم الواقع على أبناء المدينة حيث يطالب الأهالي بتخفيف الضغط الأمني على سكان المدينة وفق جدول زمني محدد وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإجلاء مصير آلاف المغيبين الذين فقدوا بعد استعادة المدينة من أيدي تنظيم الدولة في 2014 كما يطالب أبناء سامراء بوقف التجاوزات على ممتلكاتهم وفتح المنطقة القديمة وتعويد المتضررين من أهلها وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في استملاك الأراضي المحيطة بالمرقدين العسكريين وفي ظل هذا التصاعد في الخلافات بالمدينة يحذر رئيس مجلس محافظة صلاح الدين من تحول سامراء إلى موصل جديدة نتيجة للتعسف والظلم والجوع والبطالة التي يتعرض لها سكان المدينة على أيدي الإدارتين الدينية والأمنية فيها التي دفعت أعدادا كبيرة من الأهالي إلى مغادرتها بحثا عن أماكن أكثر أمنا تتوفر فيها سبل الأمن والعيش الكريم ترجمة نانسي قنقر